السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجراتي ومرحبا بكم في قناة سارة تازي. اه اجوه دوي جي فيو خيزنتي نتارتة بوم على البات بريزي. اليوم اجبتلكم هالتارتة اللي هي رائع اولادية جدا و السر ديالها كي يتوجد في تحضير العجينة ب البات بريزي اللي كات ما كاتطلبش وقت كتير و سهلة و تجانس ديال العجينة مالحام على التفاح كي يجي حلو كي تجي واحد ديال سلام و كانتمنى ان شاء الله تجربوها. جي بزوان د دوز انغريديان pour البات سابلي عندي هنا كنحتاج غيجج المكونات ديال باش ندير العجينة التارتة التفاح عجينة سابلي عندي هنا ميتين وخمسين غرام ديال الدقيق الفارينة 200 غرام ديال 100 غرام ديال زبدة بحرارة المطبخ 100 غرام ديال 100 غرام ديال بورغ و عندي هنا انا كنزيد تقولولي لاش غادي ندير واحد جوج معالا كلامعي القرنص ديال الماء كي ندوب فيه الملحة لانا راكم عارفين مني كنديرو الملحة مع الزبدة ما مكتدوب سفتحين بساف وانا كنحتاج باش كن ديال امتي بو دو بور ديال لسيل كي ما كتشوفو هنيا كنديرو يدوب وغادي نكملو كيفية تحضير هاد الوصفة هدي هنتو ما غادي ندير الطاحين هنيا هنجين هادي مكتحتاش بساف ديال دليك مكتحتاش بساف ديال الوقتي يعني غادي 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 هاك كان ما بين يدينان نكملو ها نسمحو لير يعني كان نصور بيد وكان خدم بيد غادي هاك ما غاديش نعجنوها بساف غادي غا نفتو هاكال الزبدة ندخلو فيها الطحين او الطحين في الزبدة كما حبيتو انتو ما هانتو ما دبايا هاد الشكل ديال هانتو ما الزبدة دخلت في الدقيق ووالا مانتنو جوي اجوتي له ابيكالوسيل هنزيد ديك شوية ديال الما والملحة هانتو ما ونجمع بدون دلك بدون غيب شوية نجمع غي هاكا نجمع لابات غيب شوية نجمعها بدون دلك وغادي نزها وغادي نحطها في واحد في واحد في المنطيغ وبيان نديرها في شي في شي تبصيل هكا وتغطيوها ونجمعها في تلاجة ترتاح هانتو ما العجينة هاني جبتها من فريقو بعد خمستاشر دقيقها وغادي ندير واحد شوية طحين غادي نطلق العجينة غيب شوية غيب شوية ونقلب هانتو ما العجينة هاية طلقات بهات السمكة هدا كما كتشوفوا هانتو ما ما بقليل إلا نحطها في المول هاو وشتو حديا وغادي نوريكم كيفاش نصوبوا الجنب ديالها هانتو ما صرحت في المول لقات العجينة ديالنا وحاولت نديرها هكا شوية نزيد هاد الحواشي نزيدهم لدخل نحني هم غادي نقولوا لي لاش غا نقول لكم باش من بعد غادي نزول هاد اللي بقاونا من العجينة غادي نزولهم باش غا نقضد العجينة ديالنا هانتو ما باش حيط هاد العجينة اللي كانت بقية مع ذيك الحواشي غادي وساكادت لك عليها وكنت زيت القدام شوية هاد الحواشي زيتهم القدام نسمحوا لي قصته شوية ونبعد غادي ندير الديكور غادي ندير غا هكا هكا سبعي كما تشوفو هم هذا الشرائح سوف نضيفهم في الطفح قبل التفاح هذا الطفح معروفة في الهندس وهناك الصغير في الطفح سوف يشوفوا كبه و لكن يمكنكم تصوبوا تقضي ربعات التفاحات تقطعوهم غير مربعات صغيرة و لكن لم يحب تقطعوهم و زيدوا لهم واحد جوش معلقة الماء و شوية تقريبا 20 جرام السكر و تقضيهم و من بعد ستحسون التفاح ستربزوه ستطحنوه على شكل بحل البطاطيس و ستعرض مهم لأبس و تقضي و و سوف اتقاضي و سأبدو تطحن الماء يبينه موضوع يبينه تقضي تطحن الماء الصفاح و سأقضي تقضي تطحن الماء تفاح المطحون سوف نبدأ في تفاح شرائح التفاح سوف نبدأ في 1.5 متر تفاح سوف نقوم بمعركة سوف نقوم بمعركة سوف نقوم بمعركة لقد رأيت سفاح الدورة الاولى. وباش نعمر هاد الوسط غادي نشد هادوك الطرفة اللي يبقى ولي اللي ماشي مقطعهم مزيان ولا الطرفة اللي ماشي كبارين. وغادي نعمر بهم هاد الوسط. هي غادي نحطوه ماكا عشوائيا. باش غادي جين الوسط عامر مزيان ويجي عطي العين. يعني هادي يجي من دور. انتوما هانيت اذا ببطيت كنسد في دورة الجوجة استيفاء الجوجة كتجي شوية عالية وكتجي من دورة وكتجي عطي العين. انتوما هتجي على شكل الوريدة بحال دورة اللولى ولكن كتجي ل دورة اللولى. ها. 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 نمو ما غادي نكمل. اضافة التفاح اضافة التفاح نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف العسل نضيف الزبدة يجب أن يتم التفح يجب أن يصل مع الملوحي العجينة ويجب أن يكون الملوحي والتفح يجب أن يكون من يلد يجب أن يضيف الزبدة ، لنضيف الزبدة نضيف الزبدة لتجنس بسيطة بسيطة صغيرة والسرس و اوضع المضاء لأجب شوية الوزكال لفرصان لنضيف المضاء سأتضغط بشكل جميل وضع أضف الوصول سوف ندوز على دريسة التفاح سوف ندرها في الفران أحتطيب على خطرها على 180 درجة سوف ندرها في الفران كما ترون أعزائي هذه الغزالة وقرمشة سوف نكمل الزبدة قصحت الزبدة سوف ندرها في الفران سوف ندهن سوف ندهن نهائيه انتوما كي اجاد بالله معان ديك شوية ديال العسل والزبدة باش دهن تفتلي كيعطيها واحد اللون رائح انتوما كنتمنى ان شاء الله ترقكم وتعجبكم وكيفما كان قول لكم دايما ما تنسوناش باللايكات والتعليق ودائما الجديد فيديوات جداد ووصفات وجولات وكانتمنى لكم ان شاء الله رمضان كريم وعواشر مبروكة اللي يدخلوا عليكم ان شاء الله بالهنى والصحة والسلام اللي تبغيواه في خطركم ان شاء الله ونقلكم الى اللقاء في وصفة جديدة ونقلكم كان بغيكم بزف بزف وكانتمنى لكم السعادة والصحة والهناء